عم بشوفك من بعد ما كنت محبوس يمكن أفكارك عم بتكون مقيد كتير انتك عم بتفكر في اتجاه واحد ما عم تغيره عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هذا التفكير بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على موضوع المواضيع كنت تركيز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل اه لا شايفيتك فيما بعد رح يكون في مثل اه مش صحوة مثل عم تطلع بالامور اكتر بواقعية اه عم تطلع لبعيد عم بتحاول انه تكون حياتك اه افضل وهي فعلا رايحة للافضل انت كنت تفكر انه هاي التغيرات اللي كنت عم بقول عنها تفكر انه هي ضدك بس هي بالمستقبل رح تكون يعني رح تقتنع انه هاي التغيرات كان لابد منها اه كان يعني اه بصالحك مش زي ما انت بتفكر هلا او خلال اه التغيرات اللي عم بتصير في حياتك على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة اه هذا الاشي جاي من عمل عمل يمكن عم تشتغله اه شغلتين بعضكم اه فعم يجي من واحد من العملين عم بتشوف اه في فيعة فكرة عائق اما يكون في سفر اما في علاقة عاطفية في عائق كبير او في شخص يعني كان اه يعني هذا العائق عبارة عن شخص كان في شخص اه مستهدفكم عم بيلوث سمعتكم عم بيحكي عليكم من وراكم اه ممكن يكون شاب ممكن يكون بنت اه ما دخل يعني ولكن شايفك انت ماشي على كل الاحوال هذا العائق راح ينتهي او يخف اه شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك للاشي اللي انت بتحلم فيه لك فترة طويلة ولكن لازم نذكر انه في عائق انت راح تتحداها يعني في تحديات انت من بعد هاي التحديات راح توصل اه للاشي اللي بدك اياه في موضوع عم تستنى يعني في موضوع عم تستنى لك فترة عم بتشوف النتيجة عم توضح الامور عم اه اه شوفوا عم عم بيصير فيه كمان اللي هو فيه اسرار فيه حقائق فيه شغلات انت كنت كتير بحيرة من انه يعني اه انا شايفة انه فيه غدر من اقرب الناس اليك هذا اوريدي صار على العموم يعني اه على اغلب بيكون صار اوريدي فما راح يصير بالمستقبل خلاص انت صرت تفرق بين الصالح والطالح عم تحتفظ بالناس الايجابيين اللي في حياتك وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك راح تكتشف مين اه بيكرهك من مين اه بيحبك بسبب انك راح تكون في موقف ما هذا الموقف راح يحدد لك يعني الاصدقاء اه زي ما بيحقوا الاصدقاء بينعرفوا او كزا الانسان معدنه بينعرف من المواقف فرح يصير في عندك اه موقف اه يعني لا تخافوا ما فيشي بخوف ولكن هذا الموقف راح تكتشف اللي معاك من اللي عليك ففي حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة وهون عم بشوف في اللي قلت لكم عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة ولكن في النهاية انت راح توصل للي بدك اياه بكون صبور كون اه انا بعرف التور يعني بيجمع بيجمع بعدين بينفجر مرة واحدة فلأ بقول لك هاي الفترة لا تنفجر لا كزا مشي الامور شو ما كانت اه مشي للناس اه يعني اخدهم على ادعاء لهم وكمل لانه النهاية لصالحك اه هذا كمان ممكن يكون على صعيد عاطفي عم توصل لمرادك بعلى الصعيد العاطفي عم تشرق الشمس على حياتك من بعد طبعا صعوبات من بعد تعب من بعد تعب نفسي حتى شايف عندك حتى الصحة اه عم تتحسن هون بشوف اكتر للناس اللي عم تدرس او ناوية انها تدرس شايف نتائج حلوة كتير كتير لبرج التور ولكن بيحتاج كتير من اه التركيز اه الحظ ما رح يكون مية بالمية معاكم لذلك اله الرق كله او لازم تركنوا على المجهود اللي انتو اه تعطوه يعني ازا كنتو تعطوا مجهود خمسين بالمية لازم تعطوا مجهود او افورت للموضوع للدراسة اكتر يعني مية بالمية عم بشوفك بت بتحاول تغير الامور اه الامور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطوء شوي ولكن زي ما قلتلك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي انت عم اه بشوف هاي القراءة اغلبها عم بتكون عملية رح نشوف العاطفية لبرج التور شو عاطفيا ممكن هل في تغيرات هل ما في تغيرات فخلينا نشوف ازا خلينا نشوف ازا لبرج التور عم بشوف في عندك اه يعني متل اه نصر او امنية عم تتحقق من بعد يعني حسينا باليأس حسيته باليأس اه بشكل عام بالعلاقة العاطفية بانه الطرف التاني ما رح يتغير ممكن تكون المشكلة من عندك انت يعني القراءات العاطفية انتو دايما بتعرفوا انه ممكن تكون اه عكسية لانه هاي قراءة عامة. اه خليني اذكر الطاقات عم بتكون هوائية عم بتكون ترابية وما ايه اكتر شي عم بشوف في امنية بتتحقق يعني شي مستنيينه بالعلاقة العاطفية انه يسير وعم يتحقق فعلا. عم بشوف فيه مصالحة في اه تطور للعلاقة بالنسبة للمتزوجين عم شوي اه قلنا قبل شوي بالحياة العملية في شوية صعوبات فعم يهربوا من اه ضغط العمل اه بالمشاعر بالحب اه فشايفة لا بالعكس. ولكن اذا كنت زكر او انثى يعني عم بشوف الزكر هو المسيطر على الانثى اكتر. وكأنك وكأن الانثى يعني انا مش عارف اللي عم بيشاهدوني يعني نص هيك نص هيك. فالانثى راح تكون اللي هي مش تبادر ولكن عم بتحب الذكر اكتر. عم بتحب الرجل اكتر ما هو بيحبها لكن فيه حب متبادل بين الشخصين. شايفة انه حتى اللي حواليهم حتى يعني عم يجمعهم شي عم يجمعهم بيت عم يجمعهم آآ سفر عم يجمعهم شي يعني حيلتقوا بطريقة جديدة مش زي ما تعودوا. عم بشوفك يا برج التور عم آآ بتعمل صلوات آآ بيمكن بتخلي حتى ال آآ الوالدة او الوالدين عم عم بيدعو لك بتخلي حدا عم يدعي لك آآ شايفيتك عم تعطي هاي الفترة وكأنك مضغوط جدا وبحاجة للفرج آآ بقرب وقت لذلك عم عم يعني بتزيد من الصداقات بتزيد من لانه هادا الكرت لو ما طلع مقلوب بيكون الحرص يعني الحرص على كل شي فهاي الكرت طلع مقلوب عم بتكون كريم على كل النواحي برج التور اصلا كريم يعني بس انه عم بتكون اكتر هاي الفترة عم بتحاول كمان تزيد شوي من وكأنه ما عندك كتير كان تدين او روحانيات عم بتحاول انك تشتغل على هذا الموضوع. كان عندك ادمان وبعرف شو ادمان على شخص ادمان على شي معين ممكن يعني مش مش شي سيء ممكن ادمان على تلفزيون ممكن ادمان على انترنت عم بتحاول تعمل توازن وتطلع من هذا الادمان عم بشوفك عم تطلع من هاي الطاقة السلبية عم بتحاول يعني هون انك تحول طاقتك من سلبية ايجابية فعم بشوفها بتمشي على خير. اه هاد الكرت عم بشوفه انه بما انه طلع مقلوب فالمعنى ايجابي يعني عم بتكون الملائكة يمكن عم بتكون فيه عناية الالهية انت بتفكر انه خطواتك اه متشائم انت على فكرة بالفترة الماضية لحد هلا متشائم يمكن اه كمان بالفترة الجاي مش كلها طبعا بدايتها تكون لسه مستمر على التشاؤم ولكن راح تحس انه فيه عناية الهية كل ما توقع عم فيه ملاك عم يمسكك في اه يعني فيه اقدار اه يعني فيه امور انت عم بتحسها انها هي سيئة ولكن اه يعني وقعات ممكن انك توقعها ولكن عم الملائكة عم بيساعدوك انك ما ما توقع بهاي الامور. كمان شايف انه فيه شخص معين يمكن عم يهمكم او يعدكم في موضوع. شايف انه هذا الشخص كذاب مش سادق. هذا الكرت بتعلق اكتر بالعمل ما بعرف ليش طلع بالعلاقة العاطفية ولكن فيه شخص ممكن يكون اه ناري ممكن يكون ناري هذا الشخص. اه عم يهمكم بموضوع معين ناري او مائي يعني. اه هون عم بتصير ثقة ثقتك في نفسك اعلى عم بتصير اه بعرف الفترة الماضية كانت كتير سيئة حتى انها زعزعت الثقة بينك وبين حالك مع انه برج التور من الناس يعني عندهم ثقة كبيرة في حالهم اه وبتميزوا كمان بالصبر يعني صبورين صبورين على الاخر انه ضلهم يكافحوا لحد يتما يوصلوا للي يبيدهم اياه. وفعلا عم بشوفك اه عم بتقدم هاي الفترة عم بتقدم اكتر ما تاخد بتقدم الشغلات الحلوة لانه هاي الفترة عم بتكون يعني الكون عم ياخد منك اكتر ما يعطيك ولكن لما يعطيك بيعطيك بوفرة. فشايفيتك اه عم بتقدم شي للحبيب او الحبيب عم بيقدم لك بنعرف انه القراءات العاطفية هون ممكن تكون عكسية. اه عم بتكون كمان هاي الاشارة عم بتكون العلاقة بينك وبين الشريك عم بتروح لمدى بعيد مش اللي هي مؤقتة او علاقة اه نزوة او كزا. اه في صدق بالمشاعر بينك وبين الحبيب. هذا الكرت قلنا عن العمل. في شخص عم يحاول يخدعك او كزا. لكن من الناحية العاطفية لا هذا الشخص انا بشوفه انه اه عم بيحبك عم بقدم لك اه الحب كله. عم بيفكر فيك في في اليقضى عم يحلم فيك حتى في الليل ممكن. اه حاطط عينه عليك اللي هو طول الوقت عم بيكون مرائبك ممكن. للناس اللي مش اه للناس اللي هم عزاب. ما عندهم اي حدا في حياتهم. في عندهم معجب من طاقة مائية او طاقة هوائية. عم يتقدم هذا الشخص خطوة للامام. عم يصرح بي اه ببداية علاقة جدية. عم بيكون صادق. شايفي كل الصدق في هذا الكرت. اه هون شايفي فيه تحول في حياتك. اه قلنا عنه قبل شوي ممكن يكون في العمل. كمان هذا التحول طلع معانا كمان بال بالعاطفة. المشاعر رح تتغير ناحية اه الشريك. ازا كنت اه مشاعرك كتير حارة وكتير اه منفعل كتير اه مشتاء كتير كزا عم تقلب للعكس. والعكس صحيح. ازا كان مشاعرك حاليا اه باردة عم بتكون اه كتير قاسي عم كزا. عم تتغير للعكس. شايفي فيه هون زي انعكاس اه او اه انقلاب في المشاعر يعني. انت عندك كل هاي الفترة تقلبات. بس هاي فبالاخر رح تكون كتير مبسوط اه زي هون رح تكون اه كتير مسيطرة على كل الامور. رح يصير في عندك استقرار في الحياة من ناحية العمل من ناحية العاطفة اه رح تنتصر بامر معين اه ولكن ما حدا رح يساعدك. شوف كل الناس اللي عم بتحاول انه توعدك وكزا مش من ناحية العاطفية عم بقول بشكل عام يعني مش بس بالعاطفة. كل الناس اللي عم تحاول تخدعك او كزا عم تنتصر عليهم اه عم بتفركشهم واحد واحد اه من حياتك. فبالعكس اه شايفك انه عم بتركز اكتر على هدفك مع الوقت. وعم بتكون بتحقق هذا الاشي اللي في بالك اللي ما بعرفش وهو. ولكن على جميع الاصعدة في عندك نجاح. وفي عندك شي ماسكه بايدك يعني في شي رح تمسكه بايدك. اه شايفيتك ماسك ايد الحبيب ممكن. شايفيتك ماسك اه مادة اكتر. ولكن منطلع عنا خمسة خمسة. يعني اللي هو رح يكون في تحول زي ما قلنا. رح يكون اه نهاية لأمور معينة في حياتك. بداية جديدة. في ناس كتير من برج الثور اه عم ببلشوا او حي بلشوا بداية جديدة على جميع الاصعدة. مختلفة عن الاديمة تماما. واكنهم في ناس منهم عم ببلشوا من الصفر. موافقين عادي انه يبلشوا من الصفر. اه ولكن على نجاح. يعني شايفي في نجاح بهذا الموضوع. اه الطاقات اه ذكرناهم. اه عم بتكون ترابية هوائية مائية. ما بعرف اتذكرناهم او لا بس. طيب ناخد اوراكلز لبرج التور. بيقولك انه ما تفكر انه اللي انت هلأ فيه رح يدوم طويلا. بيقولك اصبر اه يعني هاي الفترة جدا مؤقتة محدودة. اه فترة التشتت الضياع اللي طاقتهم شوي اه ضايعة ما عم يعرفوا راسهم من رجليهم عم بلشوا بداية جديدة. بيقولك انه انت على الطريق الصحيح. فهاي فترة التحديات رح تكون جدا محدودة. وبعدين رح تبلش بداية جديدة. ناخد كمان مثلا ازا برج التور يعني من خلال الاوراق بشكل عام. بنصحك انه ما تعصب هاي الفترة. اعتبرها انه فترة عابرة. بالعكس في انتصارات كتير رح تتحقق. في نهاية هاي الفترة فبس اه نعمل كنترول شوي عمشاعرنا. كل شي رح يصير تمام. حتى الناس اللي حوالينا ناخدهم على ادعاء لهم. طلعلك اتنين خلينا نشوفهم ايش هم التنين. اه شايفيتك عم عم بتزيد الحكمة عندك اه كنت اول شي انفعالي او يمكن اسمعت خبر اه زععلك. اه شوي شوي عم بتتخطى هذا الموضوع. عم بتتخطى كل الصعوبات وعم توصل لللي بدك اياه. اه بالاخير في عندك اللي هو فرحة احتفال يمكن تعزم اه حدا بمناسبة معينة. اه شايفيتك اه فرحان في القمة. والناس اللي كانوا يعني اه غيرانين او كانوا بيحفروا لك اه يعني كانوا يحكوا عنك كانوا اه معادين لالك. شايفيتهم تحت وانت فوق بمكان اخر. فبدنا شوين اتفاقل.